اشتركوا في القناة قبل ما تعرف يعني ايه جواز دلوقتي فيه 11 سنة من حياتها اتسرقوا منها وهي مش عارفة راحوا فين طب مين اللي سرق منها ال11 سنة دول وإيه اللي حصل مع هناء بالضبط تعالوا نسمع القصة من أولها اسمي هناء وعندي 26 سنة وقبل ما احكي حكايتي حابة اشكرك يا سالي وكل الدكاترة اللي بتصطدي فيهم لاني شفت في كلامكم جزء من قصتي وده اللي شجعني افتح قلبي وابعتلكم بعد ما الدنيا سودت في قشي انا يا سالي فتحت عيني على الدنيا لقيت ابويا شخص عصبي قوي ويده طرشة على يقل موقف او غلطة كان بيدربني انا واخواتي بكل اسوأ كان بيدربني كأني واحد كبير وقده في السن ده خلني بخاف منه قوي كان دايما مسبب لي رعب لدرجة انه مجرد ما يمد يده علي وانا نايمة اقوم مفزوعة او حتى ينده علي وكان عندي تبول لاراضي لحد سن عشر سنين بسبب عدم الاحساس بالامان ورغم الرعب ده كنت حابة دراستي قوي كنت دايما شايفة اني هبقى حاجة كبيرة جدا دكتورة مثلا او مهندسة او محامية لكن اللي ما كنتش عاملة حسابه اني هكون كبش فدة لأول واحد يجيلي ويكون عاجب اهلي لدرجة انه هما يجبروني على الجواز وانا عيلة عندها خمسةشر سنة اللي حصل ان عمي جالنا زيارة في يوم وجاب معاه صاحبه وابنه صاحبه عشان يشوفوني وانا طبعا ما عرفش ولقيتهم في البيت بيقولولي في ناس قرى ابنا جايين يزورونا امي لبسي حاجة مفرفشة وده كان على غير العادة من امتى بيجي لنا ضيوف وبلبس لهم لبسة مخصوص واطلع عاعد معاهم فجأة لقيت نفسي جوا مصيضة مع شخص غريب بيبص لي بصات غريبة وانا مش عارفة ايه اللي بيحصل ده لحد ما قالوا لي ده عريسك واحنا خلاص اتفقنا على كل حاجة كنت ساعتها اول مرة اعترض واقول لا من غير ما يهمني ضرب ابوي لاني حسيت اني بتورط في كابوس هيسرق مني عمري ومستقبلي واحلامي في الدراسة وقلت مش هخاف ولازم اقول لا مهما حصل وفعلا مسكوني طحانوني ضرب وبهدلة واهانة وانا مصممة على موقفي منعوني اني اخرج من البيت وقالوا اكيد في حد تعرفيه هو اللي لعب في دماغك وبيشجعك ان انت ترفضي وانا مفيش اي حاجة من الحاجات دي خالص واخر حاجة قررت اني اصارح العريس واقوله اني مش بحبه ولا عوزاه طلبت منه يسيبني ويمشي لان اهلي مسكين فيه بطريقة غريبة كأنهم عايزين يخلصوا مني قاعد شوية ما بيجيش خالص قلت خلاص الموضوع هيخلص فجأة في يوم لقيت ابويا مسكني اكلني علقة عمري ما هنساها كسر عليك كرسي خشب والله يا سالي وروحت المستشفى وفقت والدكتور بيقوللي مين اللي عمل فيك كده كان نفسي اقول للدكتور ان ابويا هو اللي عمل فيك كده عشان واحد غريب لسه هرد لقيت جدتي بتقوله اصلها وقعت من عالسلم فالدكتور بصلي بشك وسألني انت وقعت فعلا لقيت نفسي بهز راسي من الخوف اكتشفت ان عندي درع مكسور والتاني كدمات شديدة بعد كل الضرب اللي اخدته قعدت 40 يوم في الجبس شفت فيهم عذاب وكلام وحش من اهلي ومن كل اللي في البيت وكأني واكلة اكلهم بقيت كرهة ابويا والعريس وكل حاجة في دنيتي وبعدها سلمت امري لله وعرفت اني مش هقدر اعمل اكتر من كده ومستحيل هقف قدام كل دول وانا بطولي لا ام ولا اب ولا جد ولا حتى جده كلهم ضدي وفعلا اتجاوزت في بيت عيلة من واحد اكبر مني بعشور سنين تعليمه على قده تعالوا نقف هنا شو ايه في حد طبيعي بيعمل كده في بنته بيدرب بنته بكورسي عشان ايه عشان يجوزها وهي طفلة ماكملتش حتى سن الجواز القانوني طب ليه وكل العيلة شايفين البنت غلطانة عشان قالت لأ عشان كان نفسها تكمل تعليمها اللي هو اقل حق اليها طب جوزتوها غصبا عنها كده انتم مبسوطين طب تفتكروا هي مبسوطة تعالوا نكامل اتجاوزت ومن اول اسبوع اكتشفت انه مدمن حشيش ما يعرفش اي حاجة عن المسئولية كان على اهون سبب يعمل معايا مشاكل واضربني ويشتمني وقدام اهله عشان يوريهم انه شخصي ومسيطر علي مع انه كلهم كانوا عارفين اني عائلة صغيرة ما عرفش اي حاجة عن الجواز والمسئولية لحد ما خلاني مرمطوني ليه والابو وامو واخواتو والكل يتحكم فيا ويشتمني ويخليني اخدمه كاني جارية ملهاش اهل ولا اي حقوق وعلى ادفه سبب كان يبعد تيجيب اهلي ويفضل يشتمني قدامهم واهلي والله تخيالي الله يسمحهم كانوا بيجوا علي ويغلطوني عشان افضل عنده وما ارجع لهمش لما مر خدت بعضي وهربت وروحت لهم فضلوا يبهدلوني ويشتموني ورجعوني لحد عنده عشان يقدبني لحد ما كرهت نفسي وكرهتهم كلهم والمشكلة الاصعب انه حصل حمل على طول بعد تسع شهور جبت بنتي كبير اللي شافت معايا الهويل من ضرب لإهانة لزل لحرمان من كل حاجة كان اي حاجة بحبها بيحرموني منها حتى التليفون العادي جوزي كان بياخدوا مني عشان ما اكلمش حد وافضل محبوسة بعد تلات سنين جواز جالي ارتخاء في الصمام المترالي ارتجاع في منسوب الدم في القلب ودرعي بقى ينمل وقولون عصبي وضغط وارتجاع في المريء وكل ده ولا حد حاسس ولا شايف من أهلي أو بمعنى صح شايفين بس مش عايزيني يرجع لهم بعيالي طب ما انتوا السبب ده غير اني كنت متجوزة من غير عقد راسمي بحكم اني لسه قاصر ولازم اتسجل لما تم 18 سنة وجوزي كل شوية يقعد يزليني بالموضوع ده ويقولي انا مش هطلقك وهسيبك متعلقة كده زي البيت الوقف ولا انت متجوزة ولا عارفة تتطلق وأهلي حاولوا يهدوا الموضوع لحد ما سجلنا العقد وخلفت بنتي التانية بعد ما باين انه هو اتغير وربنا هدايه بس بعد سنتين رجع أصعب من الأول ولما قولي أهلي انا تعبت هموت بسببكم يقولي الناس كلها كده انتي مش أول ولا آخر واحدة تتهان وتتضرب انتو متخيلين كل الدكاتر اللي رحت لهم أجمعوا اني مريضة نفسيا ولازم أتعالج حتى دكتور القلب قال لي انتي 90% من الأمراض اللي عندك بسبب حالتك النفسية غير بقى الكلام حمايتي اللي بقيت تعيرني وتقولي انتي على طول تعبانة انتي على طول مريضة أنا لازم أعمل كله فرودي من غير ما مل ولا اشتكي وحماية الراجل الكبير مدي إيده علي شتمني وطردني بقيت عدل هدومي في الشارع بعد ما خرجت من البهدلة وموتانة مع أني كان معايس الفتي في البيت محدش كان يقدر يقول لها الشتام والكلام اللي بيقولهولي عشان هي جزها كان عمل لها شخصية وبيحترمها قدام الناس بياخد لها حقها لكن أنا مين وبنت مين ما أهلي رموني وهنت عليهم وفي مرة سبت البيت وقلت هامشي في أي مكان وخلاص ما عرفتش أروح فين ولا المين لحد ما رجعت مكسورة ومزلولة قلت لهم عايزة تطلق أهلي وقفوا معاهم وقلولي يبقى تتنازلي عن كل حاجة قلت لهم وافقة قالوا لي هتتنازلي حتى عن عيالك عشان ما ترفعيش قضية وتعملي قضايا كتير ويبقى ليك يحق في حاجة ولا حتى في نفقة وأهلي كمان قالوا لي احنا مش هنأكل عيالك وديهم لابوهم هو أولى بيهم ولما ترجعي مش هتخرجي من البيت ولا تمسكي تليفون ولا حتى تفكري في الجواز تاني والمصيبة أني اكتشفت أني حامل في ثالث خلفة ورجعوني لبيت جوزي وقالوا أصلا عمول لكم عمل قال إيه الناس ما بترحمش ومستقطرينكم على بعض مستقطرين إيه ده أنا بقى لي 11 سنة بعيني ولسه في نفس العذاب زي ما هو وحاليا بقى بقى بيسيبني بالأيام من غير ما يسأل أكلته ولا لأ ويقول لي عايزة تأكلي يبقى تنزلي تخدمي أمي وأبويا اللي في البيت مش هتنزلي مفيش أكل عمره ما قال لي كلمة حالة عمره ما خرجني من ساعة ما تجوزنا غير مرتين كنت الأول بتحايل عليه لكن دلوقتي خلاص مش فارق معي بجد قعدة البيت بقت هي حياتي ما بقتش عارفة أتعامل مع الناس لما بلاي حد حياته كويسة بقول يا رب هو كتير علي إن عيش أنا وعيالي كويسين كده مع شخص يكون سوي وشوية شوية صدقت كلامه بقيت أحس فعلا إني وحشة ومهملة ما استحقش أعيش اتحرمت من طفولتي اتحرمت من أجمل فترة في حياتي اتحرمت من إني أقول آه أو لا على الشخص اللي هعيش مع حياتي أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا مليش رأي وحقي مهضوم أرجوك يا سلي سعديني أنا حاولت انتحر أكتر من مرة مرة بالأدوية مرة بعدم الأكل بالأيام حاولت قطع عشرين إيدي بس خفت يبقى عزب في الدنيا وعزب في الآخر ومش عارفة أعمل إيه طيب لحد هنا وخلصت رسالة هناء اللي على حسب حكيتها ان هي هناء ملهاش نصيب من اسمها ما شفتش هناء بدل الهناء عاشت عمرها كله في عزب قصة دايق توجع القلب اللي وجع أكتر ان هي مش مشكلتها الوحدة على فكرة في عندنا كتير جدا في كل قرية نجع بنات عشان نفس المأساة بسبب أهل معدومش إنسانية ولا رحمة ولا ضمير ودي النتيجة البنت حاولت تنتحر أكتر من مرة طيب مينا يا ربي العيال لو هي جرالها حاجة هتعملوا اين السؤال دلوقتي هل في حل لمشكلتها ولا خلاص فات القوان زي ما بيقولوا